اشتركوا في القناة ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد طبعا القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 6 و 8 دقائق من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية طبعا القمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته منظل على طبيعتنا للجدة منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء تأمين أو عقد تأمين أو عمل تأمين أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا ضل عندنا ثلاث زوايا بطيئة متصلة حاليا الأولى هي تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 4-12 بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ما بين عطارد وما بين الزهرة وهاي مستمرة لغاية 28-11 هذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-12 ما بين المشتري وما بين بلوتو بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكن ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر وخلو المسار بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون دروتها الساعة 10 وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء هذه زاوية بتعزز الخيال الخصب أو بيقوى الحدس وعليفة أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها ساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء هذه زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة 18 دقائق مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 أو 6 دقائق مساء بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر في برج الدلو هذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 أو 6 دقائق مساء بتوقيت جرينيج القمر خلص بيصير انتقل واستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات المساء المتأخرة يعني عند تقريب منتصف الليل نشعر إنه بحاجة ماس إلى التغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعاً عنا اليوم الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن يعني بمعنى آخر برضو اليوم عمليات التجميل ما بننصح فيها أي أمور إلها علاقة بالجلد أو الشعر نحاول قدر الإمكان نبعد عنها والأسنان طبعاً أما بالنسبة للموضوع إزالة الشعر طبعاً لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويصير في برج الدلو معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 29-11 ببدأ خلو المسار الساعة 6.53 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش ويعتبر خلو مسار طويل لأنه رح يستمر من ساعات الصباح ولغاية الساعة 12.15 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء يعني أول ربع ساعة من دخولنا اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحود بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة 49-43 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بيصير عمره خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 85% الآن في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 100% القمر في الجديد بدو ينتقل للدلو رح يضل في الدلو لغاية يوم 30-11 سعيد الآن هو بنسبة 45% سبعد منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة 60% ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% ساعات المساء بينزل ساعاته لغاية 30% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 هي الآن منتحسة بنسبة 10% بعد منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة 10% وبتظل سعيد لغاية ساعات المساء بعدين بترجع منتحسة بنسبة 25% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أرانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا إلى التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بيظل هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل أو علاقاتكم مع المسؤولين أهم شيء أنه ما في داعي للإنفعال اليوم حاول إنك تبعد عن العصبية قدر الإمكان واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرار قدر الإمكان اتجنب الخلافات والمجازفات الشايكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة والعلاقات مع الأجانب وأشخاص خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من المفقات المتصاعدة سارعوا في تهديئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير وممكن تطلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي وكلما اقتربنا لساعات المساء الأجواب تصير أحسن وأفضل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم فظل هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة ولكن بوسعكم خلال هذا اليوم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري أو تعزيز العلاقات مع الأزواج أو ما بين الأزواج وتعتبر هاي فترة شوي إيجابية على هذا المستوى لكن سلبيتها أن طاقتكم ضعيفة وتعتبر هاي فترة ضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات لازم تضبط عصابك برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبدكوا تنتبهوا لغداءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم حاولوا أنكم تحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم ويعني حاولوا برضو أنكم ما تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررت العمل لساعات إضافية وكلما اقتربت لساعات المساء بتجد أن طاقتك بدأت تقل شوي شوي برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم اليوم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً وتعتبر هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحيح الأخطاء برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن بس يصير بعض القلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة حاول أنك تراعي وضعك الصحي برضو اليوم يعني بدك تنتبه للعمل والصحة أكثر فأكثر برج العقرب بتنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن تعززه العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء طبعا ممتازة جدا ولطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل يعني عندك طاقة إيجابية عالية وقدرة اليوم على إجراء الاتصالات والتحركات بشكل كثير برج القوس طبعا اليوم بيحمل لموليد برج القوس فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا يعني دقيقين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات وتعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ما برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أكثر فأكثر اليوم وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم أن تتحلوا بالحكمة وواقعية بيحل بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا يوم آخر بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أي أمر لأنها هي فترة سلبية ومخيبة للأمال لأن القمر ما زال موجود في بيت متعبك وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها وخصوصا إذا كانت متسرعة حاول إنك تعمل بشكل روتيني في ساعات المساء المتأخرة بتبلش الأجواء تصير لصالحك وبتصير أفضل برج الحود بوسعكم تعزيز صداقاتكم خلال هذا اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك كل ما اقتربنا من ساعات الظهر ولكن في ساعات المساء بنجد أنه بدأ الضغط يصير عليك أكبر لأنه القمر بيقترب من بيت متعبك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر